كاسياس طبعا الحارس الاسباني الكبير حارس السابق وكان يعني حارس منتخب اسبانيا اللي قيص في كاس العالم 2010 قال كريستيان رونالدو نجم الكبير ذهب الى قطر قضيف بيقوله ان الفترة اللي فات كريستيان رونالدو يعني عنده مشاكل مع منشستر رونالدو وما كانش بيلعب فإيكر كاسياس بيعتقد ان لقب الافضل في كاس العالم القادم حينحصر ما بين نيمار لعب البرازيل وليونيل ميسي لعب الارجنطين في ظل اصابة كريم بن زيمة طبعا اللي تم استبعاده من منتخب فرنسا للاصابة فكاسياس بيتوقع ان احسن لعب العالم في البطولة دي حيكون ما بين نيمار وما بين ليونيل ميسي مش حاطت رونالدو خالص في الترشيحات وقال ان رونالدو ذهب الى قطر قضيف وان الفترة اللي فاتت يعني ما كانش بيلعب مع منشستر رونالدو وعنده مشاكل كويسة وبيقول كنت دائما اريد كريستين رونالدو فيه فريقي رونالدو لعب كبير جدا ومن احسن لعبها في العالم ولكن خلينا نشوف ايلا هيعمله رونالدو في كاس العالم القادم السلاسي الالماني بقى عادوا للتدريبات استعدادا لليابان عندهم نيكولاس فولجورج وكان برضو عندهم اصابات اللي هو مهاجم فيرد بريمن عاد الى تدريبات منتخب المانيا استعدادا لمباراة اليابان كمان توماس مولر رجع برضو الى التدريبات بالاضافة الانتوني روديجر مدافع ريال مدريد ثلاثة طبعا المهمين في منتخب المانيا كانوا عندهم اصابة والفلوانزا واصابات فرجعوا خلاص وشاركوا مع المنتخب الالماني منتخب المانيا بيستعد لمباراة اليابان ان شاء الله المانيا واليابان مباراة قوية هتكون يوم الاربع الساعة 3 العصر بإذن الله ليونيل ميسي كمان بيشارك في تدريبات المنتخب الارجنتيني بشكل طبيعي كان مبارح غاب عن التدريبات الجماعية مبارح السبت لكن النهاردة شارك في التدريبات بشكل طبيعي وكان نسأل أنا أن يكون عنده حاجة لكن النهاردة ميسي اشتغل وتمرم في تدريبات عادي بشكل طبيعي جدا فيعني خلاص الكل تطمن في الأرجنطيني أن ميسي مع الأرجنطين في مباراة السعودية يوم الثلاثة اللي جاي بعد بكرة طبعا أكيد الناس في السعودية وإحنا كعرب بندعي أن ميسي مايلعبش ماتش للسعودية لكن ميسي رجع للتدريبات يعني طيب خلينا نكمل علي البلايهي مدافع السعودية بيتكلم طبعا عن مواجهة الأرجنطين وميسي قال إحنا بنلعب ضد منتخب مش ضد لعب واحد يعني قال لك إحنا مش مركزين مع ميسي إحنا مركزين مع منتخب الأرجنطين إحنا مش هنلاعب لعب إحنا مش هنلاعب ميسي إحنا هنلاعب منتخب الأرجنطين وقال كمان البلايهي مدافع المنتخب السعودي إحنا 11 هيلعب ضد 11 وبيقول كمان إن هو مهتمين ومتفرجين كويس جدا على منتخب الأرجنطين ويتمنوا إن هم يعملوا مبارك كويس وإحنا إن شاء الله يعني نتمنى أن السعودية تظهر بشكل مميز أمام الأرجنطين يوم الثلاث بإذن الله النهاردة برضو الرئيس التونسي عمل رسالة حماسية كده لعيبة نصور قرطاج لعيبة طبعا المنتخب التونسي قيس سعيد طبعا فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس التونس بعت رسالة حماسية إلى لعيبة المنتخب التونسي وقال رئيس قيس يعني بعت الرسالة دي مع رئيس اتحاد الكورة في تونس قال إن رئيس قيس سعيد يطالبكم باللعب بروح انتصارية قائلا لكم إننا تجوزنا المشاركة من أجل المشاركة كما شدد عليكم بأن تؤمنوا بأنفسكم لأننا لدينا ثقة كبيرة فيكم وقال كمان إن الرئيس زكر رئيس الاتحاد التونسي بمباراة تونس والجزائر في انهاء البطولة العربية وقال إن الخسارة كانت بتعمل انتصار لذا فهو يطالب أن تلعب جميع العناصر بروح عالية وأن يبلل كل لعب قميصه بالعرق وقال كمان رئيس الاتحاد التونسي نقلا عن الرئيس قيس سعيد رئيس تونس نحن متأكدين من أننا سنحقق نتائج إيجابية في المنديار طيب سرعة كده ناخد بقى الأخبار الباقية في كاس العالم ديشامب بيرفض ضم بديل لكريم بنزيمة طبعا تم استبعاد كريم بنزيمة للإصابة ديشامب مدرب فرنسا قال مش هختار حد مكانه هسيب المكان ده فاضي فيكتور جوميز الحكم الجنوب أفريقي هيحكم مباراة فرنسا وأستراليا يوم الثلاثة القادم خلي بالكوا البطولة دي هتكون آخر بطولة فيكتور جوميز اللي حيالا اعدزاله التحكيم بعد البطولة دي عايز برضو أكلمكم عن فرنسا كامان فينجا لاعب المنتخب الفرنسي غاب عن تدريب منتخب فرنسا قبل مواجهة أستراليا احتمال ممكن ما يلحقش عنده شد فيه رجله في العضل في أحد العضلات في رجله برضو فيه مارتين بايل لعب المنتخب الأسترالي برضو عنده إصابة في ركبته ممكن تحرمه من المشاركة مع منتخب أستراليا فيه اللقاء القادم أمام فرنسا لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي برضو لسه عنده إصابة وبيحاولوا يجهزوا لكن بنسبة كبيرة مش حيلحق الماتشين اللي جايين بتوع بلجيكا ماتش أمام بلجيكا تلعب أمام كندا ثم المغرب لوكاكو طبعا يعتبر من أهم المهاجمين في المنتخب البلجيكي